إنشاء الأنبوب تيوب نضغط مع السحب ليتم تكوين القطر الخارجي لهذا الأنبوب ثم بعد إفلات زر الفارة يتم تحديد القطر الداخلي لهذا الأنبوب بعد ذلك يتم تحديد الارتفاع لهذا الأنبوب أما من العددات الخاصة به من بارامترز ريديس 1 نصف القطر الخارجي لهذا الأنبوب ريديس 2 نصف القطر الداخلي لهذا الأنبوب هايت قيمة الارتفاع هايت سيجمينس عدد التقطيعات في الارتفاع كما لاحظناها على الشاشة كاب سيجمينس عدد التقطيعات للغطائين العلوي والسفلي سايدز عدد جوانب هذا الأنبوب سموث إضافة نعومة لهذا الأنبوب سلايس 1 قيمة الاقتطاع من هذا الأنبوب من خانتي سلايس فروم وسلايس 2 اشتركوا في الانبوب شكرا